ده كان فيه ضحية دديدة بسبب السعق الكهربائي من عمود نور بسبب المطر ضحية للأسف برضو مرة تانية هي طالبة اسمها دينا في مركز طوغ في محافظة الأليوبية الأجهزة راحت لمكان الحدثة برضو حصل أنه أو ده اللي ظهر يعني أنه ماس كهربائي كان بسبب سقوط المطر على المنطقة وكان الأهالي بيحاولوا دلوقتي أنهم يعني ايه على مستوات مختلفة بقى أنهم يحاولوا يعملوا حلول كده أهلية نسميها حلول أهلية أو حلول تطوعية أنهم يعزلوا العواميد بس هي مشكلة بقى العزل هيبقى إزاي كمان يعني أنت لو أنت هتعزل هتعزل بإيه وهتعزل إزاي وهل في عزل الحكاية ليها مصفات برضو أنت ممكن تفتكر دلوقتي أنه بقى أمان وهو مش أمان فده أخطر